ونحن نتابع أخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعاوذين معنا النهاردة هانا بو القاسم موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة هانا بونجور عليكي وصباح الهانا طبعا وعزين نعرف منك كل الأخبار الخاصة طبعا بالنادي الأهلي وفرقنا المختلفة والأنشطة الموجودة هناك تفضل يا صباح الخير عليكي أنا هوند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة والحقيقة نحن النهاردة معنا أخبار كتير جدا متعلقة بفرق النادي الأهلي لكن خلوني في البداية أنقل لحضراتكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة يعني يمكن الأعضاء كالعادة بقى متواجدين في النادي منذ ساعات مبكرة من اليوم يمكن كمان المعظم متواجد من فئة كبار السن لأن طبعا زي ما احنا عارفين أنه خلاص بقى الدراسة رجعت مرة تانية كمان خليني أقولكم أن معظم الأعضاء متواجدين حول المبنى الاجتماعي بيستمتعوا بقى بالساعات الصباحية داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وكمان في سيولة مرورية جيدة للطرق المؤدية للنادي فكل الأعضاء بقى تقدروا تيجوا وتستمتعوا أكيد باليوم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة الحياة وأجواء مميزة جدا ده على صعيد الأجواء خلونا بعد الوقت نبدأ مع أخبار فرق الرياضية المختلفة والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم فريق النهاردة طبعا هيكون عنده مران صباح يمكن اللاعبين بالفعل متواجدين في النادي من الساعة 10 صباحا مران إن شاء الله هيبدأ الساعة 11 ويبقى بيوصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة اللي إن شاء الله هتكون أمام فريق ميدياما الغاني يوم الجمعة القادم ضمن منافسات دور المجموعات من بطول الدوري أبطال إفريقيا طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي خليني أقولي كان هوند إنه طبعا الفريق كان استأنف تدريباته أمس بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة وخليني بقى أنا لحضراتكم تفاصيل أكتر عن مران إمبارح يمكن كالعادة مستر مارسل كولر كان حريص إنه قبل انطياق المران يعقد محاضرة فنية مع اللاعبين باستخدام الفيديو عشان بقى يحدثهم عن كل الأمور المتعلقة بالمرحلة القادمة ومباراة ميدياما الغاني بشكل عام المران كان مبني على بعض التدريبات البدنية وكمان التدريبات الفنية بالكرة ويمكن كمان اختتموا بقى المران بتأسيمة قوية بين لعبين النادي الأهلي يعني في حالة أكيد من التركيز كبيرة جدا كمان بقى خليني أقولكم إنه على هامش المران كمان واصل كابتل محمد الشناوي طبعا برنامجه التأهيلي بعد تعرض لإصابة وأكيد عملية جراحية في الكتف طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل وإن شاء الله بقى يرجع مرة أخرى يدعم صفوف النادي الأهلي كمان بقى خلينا أقولكم إنه هايلايت ميران أمس هو الحقيقة رجوع مرة أخرى اللاعب وسام علي واللاعب أحمد نبيل كوكا وكمان طبعا اللاعب بيرسيتاو للتدريبات الجامعية للفريق إن شاء الله كمان النهاردة أكيد هيكونوا متواجدين وخلاص رجعوا بقى بشكل طبيعي جدا للتدريبات الجامعية عشان أيضا يدعموا صفوف الفريق في المرحلة القادمة فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هما وكل لعبي النادي الأهلي إن شاء الله بقى يفوزوا ويحققوا النتيجة إيجابية جدا في مباراتهم القادمة أمان فريق مديامة الغاني زي ما قلت يوم الجمعة القادم ده على صعيد أخبار الفريق الأول لكرة القدم خلونا بقى ننتقل للألعاب الأخرى والحقيقة إنه معنا أخبار كتير جدا متعلقة بانتصارات وكمان مباريات الألعاب الأخرى داخل النادي الأهلي خلونا في البداية نبدأ برجال الماسترز رجال كرة الطيرة والمبارح الحقيقة حققوا فوز كبير على فريق إيسترن كامبني ضمنه نفسات ربع نهائي بطولة الدوري طبعا زي ما احنا عارفين إنه دور التمانية بيقام بالنظام باست أوف ثري مباراة الأولى كانت مبارح وزي ما قلت انتهت بنتيجة 3-0 حين كان فيه سيطرة كاملة من رجال الماسترز كمان خليني بقى أقول لحضراتكم تفاصيل المباراة الشوت الأول طبعا انتهى بنتيجة 25-17 الشوت الثاني بنتيجة 25-15 والشوت الثالث والأخير بنتيجة 25-11 طبعا النهاردة بقى الفريق هيواصل تدريباته وغدا إن شاء الله هتكون المباراة التانية أمام إيسترن كامبني لو فاز الفريق إن شاء الله بكرة مش هيكون مضطر إنه يلعب مباراة تلتة وهايتأهل مباشرة لنصف النهائي فبالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق كمان بقى خلونا نروح لسيدات كرة الطايرة واللي النهاردة عندهم مباراة مهمة أمام فريق سبورتنج المباراة تكون في سبورتنج الساعة 6 مساء ضمن منافسات طبعا دور الـ 8 من بطولة كاس مصر أكيد بنتمنى لهم بكل التوفيق سبورتنج أكيد خصم قوي لكن سيدات كرة الطايرة بيستعدوا بشكل قوي يمكن غادروا لي الأسكندرية من يوم الاثنين مباراة كمان خاضوا ميران على صالة سبورتنج عشان بقى يكونوا على أتم استعداد لمباراتهم النهاردة فبالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق كمان بقى خليني أفكر حضراتكو بموعد سوبر المصري واللي أكيد بيشارك فيه رجال وسيدات نادي الأهلي خلوني في البداية أفكر حضراتكو بموعد سوبر المصري بالنسبة للرجال هيكون إن شاء الله يوم 25 و 27 القادمين وأكيد بيضم أربع فرق نادي الأهلي نادي زمالك طلاقع الجيش وأكيد فريق بيترو جات أتمنى كل التوفيق لرجال نادي الأهلي أما عن سيدات كرة الطايرة فالسوبر المصري هيكون يوم 24 و 26 وأيضا بين أربع فرق نادي الأهلي نادي الزمالك سبورتنج والصيد بالتأكيد هتكون منافسات قوية لكن بقى إن شاء الله السوبر المصري يكون أهلاوي ورجال وسيدات كرة الطايرة يفرحون من كرة الطايرة خلونا بقى نروح لكرة اليد ورجال كرة اليد إن شاء الله النهاردة هيكون عندهم مباراة مع البنك الأهلي المباراة تكون الساعة 8 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري ويمكن كمان هيكون متبقي لهم بقى مباراة واحدة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة القادم أمام سبورتنج قبل فترة التوقف يعني خليني أقولكم إنه رجال كرة اليد ماشيين بخطة ثابتة هم حتى الآن متصدرين جدول الترتيب تعرضوا لهزيمة واحدة لكن لسه متصدرين جدول الترتيب زي ما احنا عارفين إنه أكيد بيكون فيه منافسة قوية جدا بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في كرة اليد فإن شاء الله بقى عايزين نفوز في جميع المباراة عشان نفضل متصدرين ونقدر نحسن بطولة الدوري خلونا بقى نروح كمان لسيدات كرة اليد واللي هيعودوا للمباريات مرة أخرى النهاردة يمكن كان بقى لهم فترة كبيرة في فترة توقف لكن هيكون عندهم بقى عدد من المباريات وطبعا في المرحلة الختمية للدورة المجمعة الأولى من بطولة الدوري زي ما قلت هيكون عندهم مباراة النهاردة وبكرة ويوم الخميس إن شاء الله النهاردة هتكون مباراتهم مع سموحة هتكون الساعة اتنين وغدا هتكون مع الشمس الساعة تمانية ويوم الخميس إن شاء الله هتكون مع الزمالك الساعة تمانية مساءً أيضا والحقيقة أن كل المباريات هتكون على صالة نادي الشمس فبتأكيد بنتمنى كل التوفيق لسيدات كرة اليد كمان يا شباب كرة اليد 2006 قدر أمس يحقق فوز على فريق الأولمبي بنتيجة 30-25 ضمن منافسات بطولة الدوري حال مباراة شهدت ندية قوية بين الفريقين لكن بقى روح نادي الأهل الحالي بتكون متواجدة في كل الفرق الرياضية منذ الصغر قدرت تسيطر على المباراة وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم خلونا بقى نروح للعبة كرة السلة وسيدات كرة السلة النهاردة هيستأنفوا تدريباتهم بعد روحة صلبية لمدة 48 ساعة خليني أقولكم أنه هيبدأوا بقى الاستعدادات للمباراة القادمة واللي إن شاء الله هتكون أمام نادي الظهور يوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري السوبر بالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق أما عن رجال كرة السلة فتم الإعلان خلاص عن موعد مبارياتهم في بطولة البي اي ال أو زي ما متعرف عليها بطولة البال واللي هتقام هنا في مصر على صالة دكتر حسن مصطفى خليني أقول لحضراتكم عن مواجهات النادي الأهلي إن شاء الله مباراةهم الأولى هتكون أمام فريق سيتي أوليرز وهتكون يوم 19 إبريل مباراة تانية هتكون أمام فريق الأهلي الليبي هتكون يوم 20 إبريل والمباراة تالتة هتكون أمام فريق بانجي طبعا من إفريقيا الوسطى وهتكون يوم 22 إبريل دي مباريات الذهاب أما بقى مباريات العودة هتكون أيضاً أمام سيتي أويلرز يوم 24 إبريل مع الأهلي الليبي يوم 26 إبريل والمباراة الأخيرة هتكون أمام فريق بانجي يوم 27 إبريل والحقيقة أنه بقى الخبر الجايد أنه هيكون فيه إن شاء الله حضور جماهيري فإن شاء الله تكون بطولة أهلاوية ويضل اللقب فيه الجزيرة ونشوف كمان بقى رجال الماسترز رجال عفواً كرة السلة بيتأهلوا لكأس العالم للأندية فبالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق يعني يا هنونت دي كانت كل أخبارنا النهاردة من داخل مقر نادي الأهلي بيئة الجزيرة أكيد طبعاً معيك لو عندك أي استفسارات والآن العودة لكي مرة أخرى في الستوديو هي كان عادة تغطية رائعة منك يا هنونة بالعكس أنا بشكرك جداً على هذه التغطية شكراً لكي طيب دلوقتي خلينا نتعرف على قائد